لا تزال التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش تشكل الشغل الشاغل ليس للدول والحكومات فحسب وإنما أيضا بالنسبة للشباب الذين بدورهم مستهدفون أصلا من التنظيم لجرهم إلى اعتناق الفكر المتطرف والانخراط في صفوفه ولكن وبحسب استطلاع أجرت شركة أصداء بيرسين ماستيلر فإن الشباب الذين استطلعت آراءهم من الجنسين كانت لهم آراء مغايرة الاستطلاع أجري على الفئة العمرية من الشباب التي تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والأربع والعشرين عاما من ستة عشر بلدا عربيا وترح السؤال عن العقبة الأكبر التي يعتقد المشاركون أنها تواجه الشرق الأوسط وأتى تنظيم داعش على رأس هذه العقبات بنسبة خمسين في المئة تلتها عقبة التهديدات الإرهابية بنسبة ثمانية وثلاثين في المئة والبطالة ثالثا وفي تفاصيل إجابات هؤلاء الشباب من ستة عشرة دولة مشمولة في الاستطلاع عند سؤالهم ما إذا كان داعش سينجح في تأسيس دولة في العالم العربي فقد أبدى واحد وسبعون في المئة من دول الخليج معارضتهم مقابل تسعة عشر في المئة فيما فاقت نسبة المعارضة هذه عند شباب في شرق المتوسط لتصل إلى سبعة وثمانين في المئة مقابل سبعة يرون العكس واعتبر واحد وسبعون في المئة من المستطلعة آراءهم في دول شمال أفريقيا أن داعش لن ينجح في تأسيس دولته المزعومة مقابل سبعة عشر مقتنعون بأنه سينجح واللافت في الاستطلاع أن السبب الأول في رأي هؤلاء الشباب في الالتحاق بداعش يعود إلى الافتقار للوظائف والفرص المتاحة لهم خصوصا لدى نصف الدول المشمولة في استطلاع الرأي وجاء في المرتبة الثانية من أسباب التطرف اعتقاد الشخص بصحة تفسيره للإسلام عما عداه فيما حلت التوترات الطائفية في المرحلة الثالثة من أسباب التطرف وللعام الخامس على التوالي تجمع آراء الشباب العربي أن السعودية هي الحليف الأول لبلدانهم في وقت تحاول إيران فرض نفوذها إقليميا واعتبر الشباب العربي أن الإمارات هي الحليف الثاني بعد السعودية فيما جاءت الولايات المتحدة ثالثا ولعل ما حققته المملكة مؤخرا من نجاح في قيادتها التحالف العربي عزز من الثقة بدور السعودية الفاعل في الساحتين العربية والإقليمية سمح السيد العربية